قالت وزارة الخارجية اليونانية أنها ستقدم شكوى للجانب التركي عقب صدور الإختار الجديد بتمديد أنقارة لتنقيب شرقي المتوسط والذي قالت أثناء إنه تطرق إلى منطقة داخل الجرف القاري اليبناني أضفت الوزارة أن تمديد فترة أعمال التنقيب التي تجريها تركيا هي خطوة غير قانونية وتتعارض مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر ومع آخر النتائج التي توصل إليها مجلس رؤساء حكومات لتحاد الأوروبية وقالت أنقارة إنها تتصرف مثل شخص منبوذ تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وإذكاء التوتر وتحدي القانون الدولية